السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. ولا سلام عليكم. والحمد لله. ونستطعر حفظة إقرام بيته الإقرام المست행ين الشرف أروا بإختتكم الكتاب. ونصدق الله عليه وسلم صلاة الله عليه وإخوة فبقيل المنطقة على الفيديو فقرح انتدفن عبدالر يوسف عبدالر يوسف لمنستقات الأزوات اخترا نะ مالك مالك النجف اليسلح لوضع الحديث مالك النجف فقرح عنِ سمي مولا منا بالنسبة من نسبة له فقرح عن ابي صالح صالح الزياتف السمن هو من عروة الناس عليهم يترد الله عنهم والالباب أبي هريض رضي الله عنه رضي الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المحضوب عليه ولا الضادين يقول آمين ومن رحب قوله حول الملائكة يوفر له ما تقدر من ذنبه نعم هذا الحديث عظيم جدا فيه إنه وهذا الأمر هو أن الإمام يقول أن الإمام يقول آمين ولكن في هذا الحديث قال مالك وستدل به أن النبي قال إذا قال إمام غير المحضوب علي المحضوب فقولوا آمين قال فهم عفق قول مالأيكة وشراء من ذنب المعرض في روحة الأخرى غير الرغاية وأن الإمام يقول آمين ومن حيث غيره قال لا تسبقني لآمين وقد قال إنما جعل الإمام يبسم به فهم لا يقولون آمين وهو لا يقول آمين هم يأتفون به عصالته فالإمام أيضا يقول آمين والمأمومون يقولون آمين فإذا وافق قوله قول الملائكة وهذه الموافقة تتأتى بالتمثل بالسنة إذا أتيت بالسنة على وجهة تقول موافقة الملائكة من ذلك لأنك تنتظر إلى أن يقول والضالين نعم على المد أنت تقول آمين وأنت تسمعه وهو يقول آمين فتوافقه بذلك وموافقة الإمام موافقة للملائكة كما قلت السنة هي التي تجرك إلى الموافقة في قول غير المنطوب عليهم قال أن بسرساتهم هم اليهود ولا الضالين ومنا صار على فعل الدمانية عن رجل عنده وطلاحه وطلاحه بصخبة وكذا قال ابن عباس وجماع وورد أيضا مرفوعا والحقيقة بأن الموضوع عنهم يهود قوم اللعنهم الله جل فعلاه هذه الأمة العضوية التي حرفت الكلمة عما وضعه واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغتلوا أهل الإيمان وكادوا مع أهل الكفران على أهل الإيمان وعادوا الرحمن سبحانه وجل فعلاه وعادوا الرسل أيضا فالله تعالى عنه وباءوا بغضب من الله وفي أخرى وباءوا بغضب على غضب أما نصرق ألم قد ضلوا من قبل وأنا فيه فيه دلالة على إثبات الغضب لله دل الفعلاء وهي منصفات فعلية وغضب الله يتعلق بالأسباب ويتعلق بالمشيط فيها فضل موافقة الملائكة فما نوافق قول قول ملائكة وغفئوا لهما تقول كما من دنبو قد رف الله بصورة البطرة قد رف الله وعلّم فرير مخدوب عليه كلها دايرة المخدوب عليه من ضلPI وهي القراءة شاذق من تسحه قال أسوك وقت درس قد رف الله وعلّم أدم التسماء والبهر قال أبو خليل رف الله حدثل مصلب للطاهيم قال فعيني هنا هشام هشام من ناحية صنعاني همشاء تستوائي الطبق دي هيا هشام تستوائي هاتي طبق مش هشام تستوائي ولا حدثنا القتادة قتادة من نواد القصة الفاضي القليد قل عن أنس الموضي يضاه عنه أنس يضاه عنه هو الراق من السبع المسكين عن نبينا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الحام وقال لي خليفة حدثنا نزيد المزريع قل حدثنا سعيد قدادة عن هدف الناس يضاه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها واجتبعوا المؤمنون يوم القيامة ويقولوا لنا ما تشفعنا إلى ربنا ويقولون هذا ما علي السلام فأقولون أنت أهل الناس خلقت الله بيده وأصفت لك مرايجة لما كان اسمها كل شيء فاشفع لنا أنت ربك أنت يريحنا من حكابينا هذا ويقول عليه السلام لست هناك فأنا وردته بدمك ويستخدم قال إيد ونوح قسم فإنه أول رسول فعلى الله الأن فأنا وفيقول لست هناك فأنا وردته أصفت له ربه ما ليس له بالعلم ويستخدم فأنا يقول إيد وخليد ورحمان فأنا فيأكون أهو فيقول لست هناك إيد وكون سخدم عبي كلامه الله وأعطى الطرف وأعطاه الطرف طرف أدينه بسط صلى الله طرف أدينه يا أول صورة وثلاث مدينة إذا قوله والتطوير مرتفعون فيه إلى الله وآيات الربع وقيلة إنها مكية واحدة سورة سورة ماهك أنا عايشة وثيران أمضاكم أنا سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده فأنا أقول لن ما نسور البقرة والنساء إلا وأنا عنده يعني ما أزارج في المدينة وعند ذلك في المدينة قبل منها طب الله تعالى وعلم آدم بسماء كله بأن الله علم آدم أو أولدي أيضا فيها أن الله تعالى على المكان ويكفهم وأنا بأكل أمكان كيف سأكون وأن النار لا يصر بالعلم إلا برحمة الله إذن الله يعني من لم يعلم الله فلا فعلم له وفقال أن النار في حديث الشفاع الطويل وأنه يذهبون إلى آدم عن السلام فأقول أنت الذي يتخصق الله خالقك بيدي من مرضيك من روحي وأزياد لك الملائكة كمان كم الله تعالى وتقول أن تجد الآدم وساعدته إلا البيس فأقول لو أنت أذك دلك الملائكة هون وأقول نفسي نفسي إني أعكدت من الشجرة فأتقول دم ثم أقول دم لنوحي أست هنا أنا أقول أني سألت ربي ما لس لدي علم سأل هاول الرئيم الرئيم عبد الأنبياء يقول يذكر كذبات في حق الله بلا فعلات ثم أقول لست هناك لست هناك منع الله من أن فعله أي أحد يشفع إلا إلا أنه ابتضى وكان بإذنه وإبراهيم قال ذهبوا إلى موسى كريم الله ذهبوا إلى موسى قال أنت الذي سباق الله برسالتي و بكلامي و أنت كريم الله قال لست هناك وحطت رسا زكية مغاد نفس اذهبوا إلى عيسى وعيسان يقول لست هناك و يذكر ذنبا و يقول يذكر ذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم و يقول أنا لها أنا لها يقول فأستأذن ربي فيهزنني فإذا رأيته ضعك لثلاثة فرده و كده فعحمة الله بمحمد الآن ثم قال يا محمد يفع رأسك بسطاعة واشفع تشفع و يقول يسمع قال يا محمد يفع رأسك بسطاعة واشفع تشفع فيشفع و أحده وحده من النار فيفرج من النار و هذا مرض الثانية ثالثة حتى يقول أن الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك أحد إلا من حمسه من قاله القرآن و هذا في قوله تعالى خاندنا فيها أمنا أولا أهم الشركين والمفير أولا ولا فضلهم ولا ولا عفو بل هم سيغفرون أن جهنم داخلين و يخلدون أهلين الجهنم أعودوا لهم المفضل ألف وضع فضل نبينا على سائل الأنبياء أن الله لا مشبه أحد قط إلى محمد صلى الله عليه وسلم قط إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله لا معه و شفاعه إلا منه و قط إلى أفر الله لا معه و تأخره و جوب الإحالة على أهل فضل و جوب الإحالة على أهل فضل يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان قضى وانصرم فكن ما حيت ضنينا به فضنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم و دع ما استطعت فضول اختلاط و أكل و نوم و قول يذم و صاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم و حق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم و أصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا و أخرى فلذ بالقلم و أخلص لربك و أعمل بما علمت و إن تلقى فيه الألم و صابر و ذابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم